الأرقام والإحسائيات بتقول أنه متوسط عدد مصاب الحروق في العالم حوالي 11 مليون مصاب سنوياً منهم ربع مليون ضحية حروق في مصر يطرى إزاي الشخص ضحية الحروق ده يقدر يكمل ويتعافى نفسياً ويكمل حياته في شكلها الجديد بعد الكل اللي حصله والاحتمال يحصله من عدم الثقة أو قلة فرص شغل غير التنمر والسخفات الممكن يواجهها كل يوم أو أنه ترفض زي اللي حصل مع ما نلبط للقصة حقيقة النهاردة ده أهم سؤال في القصة مع أسئلة تانية كتير قوي هنحاول نفهمها ونحاول نحن نشوف إزاي كلنا كمان نتعافى لو كان مش قادرين نبصله أو مش قادرين نتكلم معاه وفاكرين إنه ده عادي نحنا نطلعها ونقولها هنتناقش فيها مع دكتور هيند بنا استشاري الصحة النفسية زيك يا دكتور أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام تعمل إيه؟ الحمد لله إحنا لما حد بيدخن اثنين تلاتة كيلو أو بيتلالوا حبوب فورشو أو بيتعور أو بيحصلوا سكار أو علامات بيبقى مش قادر يواجه المجتمع يعني أنا مسعب بقى خايفة أنزل أنا تخنانة ومش قادرة تلعى ترفيزيون أنا تخنانة ومش قادرة حتى أنزل ورح خطوبة ولا ولا ما بالك بقى بموصاب الحروق دول بيعملوا إيه؟ دول بحقيقة يعني مشكلة مش فيهم طبعا أكيد مشكلة في قلة أدبنا أحيانا مشكلة في الناس ومشكلة أنهم ما بيتقبلوش لاختلاف يعني لا دي أسماء ده قلة زوق وقلة معرفة وقلة أدب لأنه ده تقلت ثقافة وقلة وعي يعني أن أي حاجة وردة أن تحصل لأي حد إحنا مش بنتكلم على حاجة بقرطه أو بييده أو حاجة سهلة أنت تتحكم فيها دي حاجة ممكن تحصل لأي حد في أي وقت الشخص مش هو شكله الخارجي أو إحنا عندنا عادة سيئة يعني وبستسنيش نفسي حتى غصبا عننا أنه لما بنلاقي حد مثلا مختلف في أي حاجة شكالها دايما بنقول قادرهم باختلاف لأي حاجة أو رجله فيها حاجة أو إيده فيها حاجة أو شكله مختلف عننا تلاقيكي متى النحله كده يعني وإحنا بنعمل كده بصي مثلا النحا ده ممكن يكون فيه جانب تاني جواكي ممكن يكوني مثلا صاحبا عليكي هما ما بيحبوش الشفاء على فكرة ومش مستنيين شفاء من حكرة ممكن تكوني خفتي من يظهروا ليحصل لك زي كده لكن البعض أو الأغلب بيبص للموضوع ده على أنه كأنه هو مفضل كأنه هو الأفضل كأنه هو الأحسن ما بيقدرش مشاعره ده مرض دول يعني أنا لما كنا أنا أحسن من حد ربنا بتلاقي بتلاقي كبير زي ده هو في حد كبير على ابتلاقي وأنا بوصف الناس دي أنها ناس ما عندهاش مشاعر ناس متبلدة في المشاعر ما عندهاش إحساس ما عندهاش فكر اللي ممكن يحصل لك بعد كده ما تعرفش النظرة اللي أنت بتنظرها للشخص ده ممكن تكون مؤزية قد إيه